نستغل وجودك معنا نسلك عن قصة حب سامي العدل هذه قصة وبدأت الحياة قصة الحب دي كانت واحدة طلبة يعني أنا كنت زملته في المعهد كله أسرار شاهد أسرار أنا حسوا أسرار سامي كان أكبر مني طبعا في السن وكان المعهد عندنا كبار وصويرين يخشوا وكان فيه ناس يتخشيننا كمان على سنة ثالثة يعني أنا ما خلاصوا الجامعة فكانت مراحل عمرية كتير في المهم الثاني لما داخل المعهد وأنا كنت متفوق قوي وكده وهو ما كانش بيحضر أغلب الوقت يعني فحصلت خنائة ما بيني وما بينه في الكافيتيريا دي كان بداية الحب يعني كانت خنائة وعلى صوته عليه هو صوته الجهولي كده كان الله أرحمه فأنتخضيته وأنتمين ده لأ وأنا كنت بقى لسه معرفش حيكة خالص أنا جاية مسكدرية ما درس فرنصاوي لا هو ما شاء الله طويل وعريض وانتي لا وأنا جاية مسكدرية ما درس فرنصاوي بقى وبتاعهم اتدلع وما ديش في الكلام ده ولا في الخنائات ولا في ال... أنا دلوقتي حاجة تانية على شكرة فأنا كنت ماليش في الكلام ده كخالص فلو أي حد اشتني يقول له الله يسامحك وكده يعني فعيطت فسعبت عليه فابتدأ جاء صالحني فالصلح ده أخذ منانا ماشي من المعهد لحد مناني التحرير أيو فخدنا الكلام بقى بتاع وأنا أعجبت بش شخصيته وأنا ما كنتش تعاملت مع الشخص اللي شبع سامي كده متعوض على ناس ثانية خالص يعني فرجولة بقى لقتيه جدعه ابن بلده قوي قوي ورجولة بقى وكده وإحناين جدا 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 عكس شكل وصوته وبس وجوزنا وخلفنا بنتي وأنا في صورة ثالثة مع همس يعني خلي كنت بي أجمل ما في قصة الحب آه والله راشا بنتي وطبعا جابتلي أحفاد دلوقتي عندي محمد وحبيبة فدول بالنسبة لي أجمل حاجة في الدنيا يعني يمكن برضه لما كنت بتوقف شوية إن شاء الله كان بسببهم يعني وكنت مبسوطة أنا بعمل رسالة تانية يعني طبع بربي فيقهم معاها وكده يعني قصتك جميلة وفنك أجمل وانت جميلة حقيقي استمتعنا جدا وحسيت إنه البشاشة والرحابة اللي موجودة عندك والأمل والحب للفن هو اللي دايما حيديكي فرص دايما حلوة زي الجواكي ده لنا شيء فارع أنا كثير فرصة لأنا قادة معاكم والله وأنا فرحانة بيكو جدا 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 وفرحانة بالبرنامج الجميل ده ودايما يا رب في تقلق بإذن الله يعني إحنا استمتعنا بيكي وأنا مبسوطة إنه طلتك كانت النهاردة كمان ودي فرصة تانية طلع عربية على أربع دول عربية نورتي بيت للكل أنا كمان والله فرحت جدا لما عرفت إن البرنامج بيتزعف أربع دول عربية وشرفني مرسي جدا وشرفت بحضرتك وسعيدة إن أنا يعني كل الشعوب الجميلة دي تشوفنا في وقت واحد وفعلا هو بيت جميل بيت للكل أكيد بيت الجميع وشافكي يعني كمان اليوم عرفنا إنه الفرصة الأخرى أو الفرصة التانية فيها أمل وممكن تكون فرصة مخبية جوا فرصة بس كمان نادية شكري عندها كنز من الفرص